كلام 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 الذين يعرفون لا يتكلمون والذين يتكلمون لا يعرفون في حملته الشهيرة في عام 1934 من تولي منصب حاكم ولاية كاليفورنيا اتخذ المؤلف والناشط أبتون سنيكل خطوة غير عادية قبل الانتخابات نشر كتابا قصيرا بعنوان وضع فيه بصيغة ماضية سياساته الرائعة والتي تبناها كحاكم للولاية والتي لم يفز في انتخاباتها بعد وكانت خطوة غير تقليدية في حملة غير تقليدية تهدف إلى استهداف من أفضل مزايا سكنلار كمؤلف عرف أن بإمكانه التواصل مع عامة بطريقة لا يستطيع الآخرون فعلها وقتها كانت فرصة ناجحة حملها سكنلار ضئيلة جدا ولم تكن الأمر تسير على ما يرام وقت صدور الكتاب لكن المراقبين في ذلك الوقت لاحظوا على الفور التأثير الذي تركته الحملة ليس على المصوطين وإنما على سكنلار نفسه وكما كتب كاري موكرل ميز لاحظاً عن رهاب صديقه على منصب حاكم الذي خسره لم يدرك أبتون أنه يمكن أن يهزم فقط لكنه بدأ أيضاً كأنه فقد الاهتمام بالحملة بطريقة أو بأخرى ففي خياله الواسع تظاهر بأنه حاكم لايت كاليفورنيا لذا لماذا يزعج نفسه بتمثيل ذلك الدور في الحقيقة؟ تصدر كتاب قام أكثر مبيعاً وفشلت الحملة خسر سكنلار بفارق حوالي ربع مليون صوت تقريباً بها مش أن يزيد على العشر بالمئة وفشله فشلاً ذريعاً فيما يبدو أنه أول انتخاب حديث ما حدث كان واضحاً ضغر كلامه على الحملة وأن عدمت رغبته في تقليص الفارق مع منافسيه لا يكتب معظم ساسة كتباً بهذه الطريقة لكنهم يتسرون في أصدار الأحكام على أنفسهم بطريقة ذاتها إنها الرغبة الموجودة لدى الجميع الرغبة في الكلام وفي أن تحل الدعاية مع حل الفعل تلك الرغبة تعتبر بمثابة خائنة النص الفارغة التي يطرح من خلالها الموقع فيسبوك هذا السؤال ماذا يدور في ذهنك؟ ويشير إليها موقع تويتر ألف تغريدة جديدة أو موقع تيمبر أو موقع لكند وكذلك صندوق البريد الإلكتروني الخاص بنا وهواتف الآيفون التي نملكها وخانة التعليقات الموجودة في أسفل المقالة التي تقرأها للتو إن المساحات الفارغة هي تلك التي تنتظر أن يملأها شخص ما بأفكار أو بصورة أو بالقصة بما سنفعله بما ينبغي أو يحتمل أن تبدو عليه الأشياء وما نأمل حدوثه هكذا تقوم الوسائط التكنولوجية بتوجيه أسئلة لك ودفعك وإثارة الكلام تقريبا على مستوى العالم أجمع إنما نعرضه على أنفسنا على المواقع التواصل الاجتماعي دائما يكون إيجابيا وأشبه بهذه المقولة دعني أخبرك بالتطور الأمور أنظر إلى مدى راعته ونادرا ما تكون هذه الحقيقة فالحقيقة هي أنا خائف أنا أواجه صعوبات لا أعرف في بداية أي مسار نكون متحمسين ومنفعلين لذلك نسعى لتهديئة أنفسنا من الخارج ولسه من الداخل يوجد جانب ضعيف بداخلنا كل واحد مننا وهو مثل نقابات العملية لست خبيثة بشكل مطلق لكنها في نهاية لا يزال يريد أكبر قدر ممكن من الثناء والاهتمام على بذل أقل جهد ونسمي هذا الجانب الغرور وقد أدركت ذلك الكاتبة والمدونة السابقة بموقع جوكر إيميلي جولد وهي تشبه تماما شخصية هان هورفارت إذ كان من الممكن أن توجد في الحقيقة في أثناء معاناتها طيلة عامين للنشر كتابا لها ورغم أنها وقعت أقدة الكتاب بمليون دولار فإن مشروع توقف لماذا؟ كانت مجهولة جدا في قضاء الكثير من الوقت على الأنترنت كان هذا هو السبب في الواقع لا يمكن تذكر أي شيء آخر كنت أفعله في عام 2010 وكنت أكتب حينها تدوينات على مواقع تيمبر وأنشرت تغريدات على تويتر وحرك النصوص إلى أعلى والأثبل لم أكسب أي أموال من فعل ذلك لكنه بدأ كأنه عمل لقد بررت لنفسي عاداتي بطرق مختلفة أنني أبني علامة التجارية كاتمة تدوينات عمل إبداعية حتى حفظ التدوينات في قائمة من خلال إعادة تدوين منشور شخص آخر كان عملا إبداعيا أيضا إذ ما أمنع أمعنت النظر كان هذا هو الشيء المبدع الوحيد الذي كنت أفعله بيبارة أخرى كانت تفعل ما يفعله الكثيرون مننا حين نخاف أو نشعر بالذار من مشروع ما فعلت كل شيء عادة تركيز على المشروع توقفت تماما عن العمل عن رؤية الفعلية التي كان من المفترض أن تعمل عليها توقف تام لمدة عام كان الحديث عن التأليف وأداء تلك الأمور ممتعا مرتبطا بالفن والإبداع والأدب أيسر من الالتزام بفعل التأليف أو الإبداع وهي ليست الوحيدة التي فعل ذلك فقد نشر شخصا ما مؤخرا كتابا بعنوان Work on my novel وهو ملي بمنشورات الكتاب على موقع التواصل الاجتماعي مما لا يعملون بكل تأكيد على رؤيتهم الكتابة كالكثير من الأعمال الإبداعية عملية شاقة تجلس وتحدق وتغضب من نفسك وتغضب من المحتوى كونه لا يبدو جيدا بدرجة كافية وكونك لا تبدو بارعا بما فيه الكفاية في الحقيقة تبدو الكثير من المحاولات القيمة التي نقوم بها صعبة جدا سواء كانت تتعلق بتحديد عمل الشركة الناشئة جديدة أو إتقان مهارة لكن عادة ما يكون التحدث بالاستمرار سهلا ومن المحتمل أن يترى لنا أن الصمت علامة على الضف وأن التعرض التجاهل يساوي الموت وبنسبة للغرور هذا حقيقي لذلك لا تتوقف عن الكلام كما لو أن حياتك تقوم على الكلام في الواقع الصمت دليلا عن القوة خاصة في بداية أي رحلة فكما حذر الفيلسوف كيرب كارد والذي كان يكره الصفحة واللغو المتعلق بها قائلا تحبط النميمة كلام جدي ويضع في التعبير عما يجول في خاطرك التصرف يحلوله دون وقوعه وهذا هو الشيء المخادح حول الكلام ويمكن أن يتحدث أي شخصا عن نفسه أو عن نفسها حتى الطفل يعرف كيف ينم ويثرثر ومعظم الناس يجدون الدعاية والإقناع وبالتالي ما الشيء الشحيح والناظر الصمت القدرة على التعمد عدم الدخول في حديث ما والمضي قدما دون التحقق من صحته والصمت هو متنفس واثق وقوي ولقد كانت لدى الشيرمان قاعدة جيدة حاول أن تنفذه لا تعطي أسباب لما تفكر فيه أو تفعله حتى يتوجب عليك ذلك ربما بعد فترة قصيرة يخضر بذهنك سبب أفضل حدد لاعب البيسبول وكرة القدم الأمريكية بوب جاكسون العظيم شيئان أراد أن يحققهما كرياضي في فريق الجامع أوربون أن يفوذ بجائزة هامسام وأن يكون أول منضمين في دور كرة القدم الأمريكية المحترفين لهذه السنة أتدري أخبر من بذلك لم يخبر أحد سوى فتاة التي سيرتبط بها المرونة الاستراتيجية ليست فائدة الوحيدة للصمت في أثناء ثلثرة الآخرين بل أنه يعود عليك بفائدة نفسية أيضا أن الشاعر هيسود احتفظ قاعدة في رأسه حين قال أفضل ثروة للمرء هي الكلام المقتصد ويستنفد كلامه كلام طاقتنا والتحدث والفعل في وقت ذاته أشبه بالصراع حول الموارد أثبتت الأبحاث أنه على الرغم من أهمية تصور الأهداف فبعد فترة معاينا يبدو عقلنا في خلط هذا التصور بتقدم الفعلي وينطبق الأمر نفسه على التعبير اللفظي حتى تحدث مع أنفسنا بصوت مرتفع بينما نعمل وعلى حل مشكلة صعبة ثبت أنه يقلل من الرؤية والإنجازات فبعد قضاء كثير من الوقت في التفكير والتوضيح والتحدث عن المهمة نبدأ نشعر بأننا اقتربنا من تحقيق الهدف أو أسوأ من ذلك حين تعتقد الأمور حين تتعقد الأمور ونترك المشروع برمته لأننا بذلنا فيها أقصى ما لدينا من الجهد رغم أننا لم نفعل ذلك بالطبع وكلما زادت الصعوبات المهمة زاد الغموض حول النتيجة وزاد الضرور النتائج عن الكلام والهروب من المسؤولية الفعلية فالكلام يستنفذ الطاقة والتي نكون في أمس الحاجة إليها لتغلب على ما أسمى ستيفن بريس بالمقاومة العقبة التي تقف بيننا وبين تعبير الإبداعي أن النجاح يتطلب كامل جهدنا ويضيع كلام جزءا من هذا الجهد قبل أن نتمكن من استخدامه ويفشل كثيرا مننا في مقاومة هذا الإغراء خاصة حين نشعر بالإرهاق أو ضغط أو يكون لدينا كثيرا من الأعمال لنجزعها في مرحلة البناء ستكون مقاومة مصدر إزعاج دائم التحدث والاستماع لنفسنا ونحن نتحدث وتقديم عروض الجماهير يكود ويشبه العلاج حيث تقول لنفسك لقد أنضيت أربع ساعات وأنا أتحدث حول هذا الأمر ألا يعني هذا شيئا؟ الإجابة هي بالطبع لا يعني شيئا إن تأديتنا عام رائعا تعتبر معاناة في حد ذاتها فالأمر يستنفذ طاقتك ويثبت من عزيمتك ويبعث على الخوف ليس على كل وقت لكنه يمكن أن يبدو هكذا حين نستغرق فيه الأمر فنحن نتحدث لملء الفراغ والتخلص من عدم اليقين لقد قال مارلون براند وهو مثال حقيقي للموثل الهادئ ذات مرة الفراغ مخيف للمعظم الناس يبدو الأمر كما لو أن الصمت يهددنا أو يتحدانا خاصة إذا سمحنا للغرور بالكذب علينا على مدار سنين الكذب إذا سمحنا للكذب وهذا في حد ذاته يعتبر شيئا مدمرا لسبب واحد تأتي أعظم الأعمال والفنون من الصراع مع الفراغ ومواجهته بدلا من أن تصارع لجعل الفراغ يزول والسؤال هو حين تواجه التحدي الخاص بك وسواء كان يتمثل في إجراء بحث في مجال جديد أو إنشاء مشروع أو إنتاج فيلم أو الاستعانة بموجه أو مناصر مناصرة قضية هل تسعى إلى متنفس الكلام أم أنك توجه التحدي وجه الوجه فكر في الأمر أن من يعبرون عن جليهم ويطلقون عليهم صوت الجيل لا يصفون أنفسهم بهذه المسمى وفي الواقع حين تفكر في الأمر تدرك كم أن هذه الأصوات على ما يبدو لا تتحدث إلا قليلا وسواء كنا نتحدث عن أغنية أو خطاب أو كتاب شكل العمل قد يكون بسيطا لكن ما بداخله يكون مكثفا وضاءا كبيرا هم يعملون في صمت في منطقة بعيدة ويحاولون اضطرابهم الداخلي إلى منتجة ومن ثم يعودون للسكون في نهاية ويلتفتون إلى الدافع للنيل التقدير قبل أن يعملوا ولا يتكلموا كثيرا أو يلقون بالا لكون الآخرين الذين يكونوا تحت الأضواء ويستمتعون بالشهرة يحصلون على أفضل المزايا وهم ليسوا كذلك أنهم مجهولون للغاية في العمل على القيام بأي شيء آخر وحين يتكلمون يكون الأمر ذا أهمية أن العلاقة الوحيدة بين العمل والثرفرة هي أن أحدهم يدمر الآخر دع الآخرين يثنون على بعضهم بعضا بينما تعود أنت إلى مختبر أو إلى صالة رياضية أو بينما تمهد طريق للعمل إمن هذا الثقب ذلك الموجود في منتصف وجهك والذي يمكن أن يستنفد طاقتك الحيوية شاهد ما سيحدث وأنظر إلى مدى التحسن الذي صرت عليه شاهد ما سيحدث شاهد ما سيحدث